اظهرت وكالة ايتر تاس الروسية للانباء اهتماما مكسفا بالمؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوع الصيني حيث قررت الوكالة فتح صفحة خاصة على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت خلال فترة انعقاد المؤتمر المرتقب لعرض احدث الاخبار والموضوعات ذات الصلاة كما قررت الوكالة ارسال نائب رئيس تحريرها على رأس وفد صحفي الى الصين لتغطية احداث هذا المؤتمر السياسي الهام جدا يتمتع نائب رئيس تحرير وكالة ايتر تاس الروسية للانباء مارات ابو الهيتن بشعور عميق انتجاه الصين واقل انه منتفائل جدا بعفاق التنمية الاقتصادية الصينية مشيرا الى ان الشعب الروسي اظهر اهتماما متزايدا بالصين خلال السنوات الاخيرة وقد اخذت وسائل الالام الروسية ببث المزيد من التقارير حول الصين نشرنا عديد من التقارير حول اقتصاد وثقافة الصيني في المقابل اتوافر الان عديد من الكتب الصينية متعلقة بالادب الصيني تقليدي في مكتبات روسيا استعدادا للمؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشوعي الصيني قررت وكالة اترتاس الروسية للانباء ارسال وفد صحفي رفيع الى الصين لتغطية احداث هذا المؤتمر السياسي الهم اضافة الى فتح صفحة خاصة على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت لعرض احداث الاخبار والموضوعات ذات الصلة بما ستتابع قناة روسيا اليوم والقناة الاولى الروسية وغيرهما من القنوات الروسية الرئيسية وقايع المؤتمر عن كثب ايضا حيث وصفت قناة روسيا 24 المؤتمر بانه اهم حدث في الحياة السياسية الصينية مؤكدة انها ستغطي احداثه بشكل شامل ودقيق اضافة الى تقديم البث الحي للمؤتمر وارض برامج تحليلية خاصة حوله